الأخوة والأخوات العراقين العزاء أنا أحب أقدم لكم اليوم ملخص لما حصل من الإجراءات من الكونغرس الأمريكي منذ يوم 28 ثلاثة قبل مجيء سيد سودان بأقل من أكثر من أسبوعين بقليل وإلى حد هذا اليوم إلى حد صدور رسالة في يوم 15 أربعة من لجنة الدراسات في الكونغرس الأمريكي التي يؤود أن نفصلها اليوم وأبين مدى خطورتها الرسالة الأولى هذه يوم 28 صدرت من ثمانة أعضاء في الكونغرس في وقتها هي موجهة إلى الرئيس بايدن تؤنبه أو تؤنب الإدارة الأمريكية على التساهل مع العراق في دفع أموال إلى الميليشيات والأرهاب تبعها رسالة ثانية هذه الرسالة في يوم 3 أربعة وقعها أعضاء بالكونغرس على رأسهم السينتر تيم سكوت وهذه الرسالة لم تكن موجهة الرئيس بايدن كانت موجهة إلى يلن وزيرة الخزانة وإلى وزير خارجية بلينكن وأيضا ذكرت أمور تخص دفعات العراق إلى مصادر مشبوهة وإيران ودفعات إلى الميليشيات والأرهابية يأتي بعدها يوم هذا البل الذي تم تقديمه قبل أيام قليلة يعني هو مشروع قانون لمحاصرة ومعاقبة كل الميليشيات في عراق أنه جبا بدر الحوثيين وهذا هو قرار حاز على توقيع 59 عضو في الكونغرس حال نزوله ومتوقع أن يمر ويصبح قرار نهائي يعني أصبح الكونغرس متدخل في قضية العقوبات ولا يتركها إلى إدارة بايدن فهذا قرار مهم طبعا هذه فقرات القرار القرار الأخير الرسالة الأخيرة هذه التي تاريخها 15 أربعة وهي رسالة صادرة من لجنة مهمة في الكونغرس تسمى لجنة الدراسات الحزب الجمهوري وقعها هذا نص الرسالة رسالة طويلة وتفصيلية وتكنيكية يعني فنية وقعها جو والسن عضو كونغرس تقرون رسالة موجهة من رئيس بايدن من عضو كونغرس جو وولسن كيبن هيرن رئيس فريق الأمن القومي وعضو كونغرس كيبن هيرن رئيس لجنة الدراسات الحزب الجمهوري تاريخ الرسالة 11 نيسان هناك خلفية لرسالة أدخل فيها آني كما أقرت الميزانية الفيدرالية العراقية في العام ماضي تمويلاً ضخماً للذراع المالي للميليشيات المدعومة من إيران وشركة المهندس العامة التي تمنح الحرس الثوائراني والميليشيات العراقية دعماً غير محدود لتمويل التهديد الأرهابي ومنح الأراضي وكذلك وكان آخرها نصف مساحة لبنان يعني مساحة بقدر نصف مساحة لبنان في نفس المنطقة التي أطلقت منها الميليشيات نفسها طائرات بدون طيار على المملكة العربية السعودية وكذلك على الأردن وإسرائيل وكذلك تسهل حكومة السودانية دعم الإرهاب في ذلك الإجراءات التي تأخذها حافظ البنك المركزي وزير المالية وزير النفط وقد تم الآن احتراق قوات الأمن العراقية التي عادت الولايات المتحدة تشكيلها بشكل شبه كامل على مستوى قيادة من قبل الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري إيراني بحيث تضم صفوفها الآن إرهابيين مصنفين من قبل الولايات المتحدة وتضم برامجها التدريبية الآن أعضاء من هذه الجماعات نفسها تلاحظون الدقة والدفاصيل لنادي لجنة دراسات يشرف وزير النفط على ثاني أكبر منتج في الأوبك ولكن الصناعة النفطية تسيطر عليه الآن إلى حد كبير هذه الميليشيات التي تسيطر على جزء كبير من التوزيع الداخل للعراق والتي تسهل التهرب من العقوبات النفطية مع إيران من خلال تصدير النفط الإيراني كنفط عراقي غير معاقب يعني يستغل النفط العراقي بشكل خطر وجائر لتهريب النفط الإيراني أكثر من 50% من حقول النفط العراقية وتحول وزارة النفط العراقية الآن إلى روسيا يعني تمت تتحول أكثر من 50% حقول النفط ذابت إلى روسيا والصين لحصول على جزء أكبر من مبيعاتها واستثماراتها في الجوهر أشرف الدولة المتحدة بشكل فعال على هيمنة الصين والروسيا والصين على العراق يقصد أن حكومة بايدن تساهلت يعني هاي مقطوع الجملة تساهلت في أن تسمح للعراق أن يعطي هذه المقاولات أو العقود إلى الصين وروسيا على الرغم من التزامنا المالي والإنساني الساحق تجاه العراق يعني يقصد المساعدات التي قدمتها أمريكا إلى العراق هل يمكن لي وزير الخزانة؟ بدأت هنا تبدأ مسلسل من الأسئلة الخطيرة بعد هذه الخلفية في هذه الرسالة كانت في نهاية الرسالة في الصفحة الأخير من الرسالة هل يمكن لي وزير الخزانة الأمريكي أن يشهد يعني يكون شاهدا وواثقا على عدم استخدام أي تحويلات بالدولة الأمريكية إلى البنج المركزي العراقي بشكل مباشر أو غير مباشر لتوجيه الضرر إلى النظام الإيراني أو وكلائي في العراق ما هي التدابير التي اتخذتها وزارة الخزانة لمنع وزير المالية العراقي من تمويل الجماعات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية بما في ذلك كتاب حزب الله عصائب الحق وحركة النجباء وكتاب سيد الشهداء يعني أنا إذا حب أبين لكم مدى دقة وتفاصيل هذه الرسالة لماذا تستثمت زانة في التحويلات بالدولة الأمريكية للحكومة العراقية عندما يتم تحويل هذه الأموال إلى الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية هل قرر وزير الخارجية أن أي من أعضاء حكومة عراق وأعضاء الوفد الزائر بما في ذلك محافظة البنك المركزي عليهم حسن العلاق وزير المالية طيف سامي محمد وزير النفط حيان عبد الغني وكذلك مع أفرادهم المباشرين اللي تم اعتبارهم غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذا مطالبة بمحاسبته معدم سماح لهم بدخول الولايات المتحدة الأمريكية ما هي الاعتبارات التي تم وضعها حول كيفية تحويل عائدات النفط العراقي من خلال الاحتياط الفدرالي إلى نتيجة دعم العراق لعملية إرهابية ونقص التمويل لأقليم كردستان هنا يقول لك أن نحن نحاول الدولار وهذا الدولار يتم تحويله إلى الارهاب في حين يمنع تحويله إلى كردستان وهي حليفة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجزء من العراق بما في ذلك منع صادرات النفط في كردستان الفقرة التالية ما هي التدابير التي اتخذتها وزارة الخارجية ووزارة الخزانة لمنع قطاع النفط العراقي من تسهيد التهرب من العقوبات الإيرانية مباشرة ومن خلال الجماعات العراقية المدعومة من إيران والتي صنفتها الولايات المتحدة على أنها رهابية بمعثادي في ذلك عصائب للحق ما مكونات تخضع وزارة النفط العراقية والمؤسسة العامة لتسويق النفط السومو للعقوبات يجب أن هناك مطالبة على بناء انتماءاتها وعملياتها التجارية من قبل إيران أو الشركات التابعة للثورة الإيرانية وكلايه بما في ذلك عصائب الحق وكتاب حزب الله هنا يدخل في تفاصيل عمليات سومو الخطيرة وتدخل واستغلالها لتهريب النفط الإيراني من خلال عصائب الحق وكتاب حزب الله كيف تتعامل وزارتات الدفاع والخارجية الأمريكية مع الحصار الذي تفرض الحكومة العراقية على المعدات العسكرية التي خصصها الكونرس لقليم كردستان عفوا نقصد وزارة الدفاع يعني هذا يقصد أنه يجب أن تحاسب وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية الحكومة العراقية على استلامها لمعدات عسكرية مخصصة للبيشمارك الكردية يتم حجبها في بغداد وعدم عطائها إلى كردستان ما هي المعايير التي تمنح وزارة خارجية العراق بموجبها إعفاءات من العقوبات لدفع إيران مقابل الغاز والكارباء المستوردين وما هي المقاييس المستخدمة لتتبع انخفاضها في هذا يعني هذا يقصد موضوع دفع الغاز بأي حق وبأي قانون وبأي معايير أمريكية نسمح للعراق بالدفع هذه الأموال هل ستتخذ وزارة الخارجية والخزانة قراراً بشأن ما إن كان الرئيس الوزراء السابق نوري المالكي وشركة المهندس قد قدم التعم أو شارك في معاملة في تعاملات مهمة مع الحرس الثوري إيراني وبالتالي يستوفيان معايير العقوبات هنا إشارة وتلميح بتوجيه العقوبات إلى السيد نوري المالكي بصفته رئيس التحالف الحكومي وكذلك يعني إطار التنسيقي وكذلك بصفته رئيس الزراء سابق يعني يجب أن يتعلم المسلمين العراقين أن السلطة لا يعني أنك تتهرب من المحاسبة هناك محاسبة ما دام أنت رئيس التحالف ما دام أنت رئيس الإطار التنسيقي فأنت أمام محاسبة وهذه المحاسبة لن تذهب يعني هباء نرجع نقول هل اتخذت وزارة الخارجية والخزانة قراراً بشأن ما إذا كان أعضاء البرلمان العراقي التالي أسماءهم من أعضاء ممثلين منظمات الولايات المتحدة الأمريكية على أنهار الإرهابية يستوفون معاير التصنيف كإرهابين عالميين محددين بشكل خاص وفق الأمر التنفيذي 1-3-2-2-4 وهم سعد عوض ناصر التوبيع عدي عوض كالو محمد حسيني مصطفى جبار سند زبين المرياني مصطفى خليل نصيف جاسم القرعاوي حسين مؤنس هذا معاقب يوسف الكلابي ومحمد نوري عزيز كالو الخزاعد هذا يعني أنا حبيت أن أبين مدى خطورة الوضع العراقي في ظل هذا الوضع وما هي المحصلة؟ المحصلة أن الأخوان الاقتصاد العراقي هو بالدولار وهو بالأكمل بشكل شبه كامل يأتي من وردات النفط إذن إذا كان الاقتصاد العراقي متهم بالتهاون والتهادن مع إيران وجزء من الاقتصاد العراقي يعطى رواتب إلى الحجد الشعبي وفيه منظمات إرهابية وكذلك وزارة النفط وسوم وتستغل لتهريب النفط الإيراني فالنفط العراقي مهدد بالعقوبات الشيء الآخر محاولات بغداد الاستيلاء على النفط الكردي ستزيد من مخاطر معاقبة النفط العراقي ليش؟ لأن أنت تأخذ نفط من حليف أمريكي وتريد تنطي بالنتيجة إلى إيران وإلى الميليشيات الإرهابية هذا رد تسويه اليوم مختصر ولو شوي طورنا عليكم حتى يصير تفاهم كامل لما يحصل هذه الأشياء لن تذهب يعني إدارة بايدن الآن متساهلة في الموضوع لكن حتى إدارة بايدن يزداد الضغط عليها وهذا الضغط كما ذكرت رسالة في يوم 28 آذار رسالة في يوم 3 أربعة رسالة في مشروع قدم إلى الكونغرس يوم 15 أربعة رسالة في 15 أربعة مطولة من لجنة الدراسات يعني أربع رسالة أربع إجراءات خطيرة من الكونغرس الأمريكي بخصوص الوضع في العراق ويأتي من الجمهورين اللي هم أغلبية ومن المحتمل بعد نوفمبر إذا فاز ترامب طبعاً رح تتغير الأمور ولكن حتى إذا لم يفوز ترامب سيظل من المتوقع الكونغرس بأغلبية جمهورية أتمنى أن يكون شرحت الموضوع بشكل وافي وشكراً جزيلاً لكم وتحياتي لكم شكراً لكم